أخي الحبيب عليك بالاستخارة فهذه أعظم طريقة لكسب الوقت ولاتخاذ القرار الصائب كل شيء تقوم به بعد الاستخارة سيكون ناجحا مئة بالمئة ولو كانت ظاهريا خاسر ظاهريا لأن ليس كل الخسارات هي خسارات هناك خسارة تكون أول خطوة على طريق النجاح فهي جزء من النجاح كل عمل لا تستخير الله به فأنت معرض للصواب والخطأ هذه القاعدة ينبغي أن تضعها في دماغك الاستخارة سوف توفر وقتك لأنك إذا اعتمدت على نفسك فقط ستخطط وتفكر وتحسب وتغرق نفسك في حسابات ربما في نتيجتها يكون قرارك خاطئا بينما الاستخارة ماذا تعني؟ تعني أنك سلمت الأمر لله هو الذي سيتخذ القرار هل تصورتم معي أيها الأحبة؟ اليوم أي مشروع لشركة هناك دراسات جدوى هل أنفذ هذا المشروع أم لا أنفذه؟ ويدفعون الملايين لدراسات الجدوى لكي يخبرك من يقوم بهذه الدراسة هل هناك جدوى اقتصادية من هذا المشروع؟ هل هذا المشروع رابح أم خاسر؟ وبالتالي تدفع شيئا من المال مقابل ألا تخسر خسارة كبرى أنت في كلتا الحالتين خاسر يعني أنت تدفع للشركة التي تقوم بدراسة الجدوى فإذا أخبرتك بأن هذا المشروع فاشل فتكون قد خسرت المبلغ الذي أعطيته كأجور للشركة التي قامت بهذه الدراسة دراسات الجدوى الاقتصادية وتعتبر وفرت خسارات كبرى فيما لو أقدمت على هذا المشروع الفاشل ومن الممكن هذه الشركة التي تقوم بدراسة الجدوى أن تخبرك بأن هذا المشروع رابح وبالتالي أيضا ستربح مهم أيها الأحبة الاستخارة توفر عليك كل هذه التكاليف طبعا نحن لا نقول أترك الأمور وأهمل ولا تدرس ولا تفكر لا أبدا أن تفكر ودرس وخطط ولكن أترك القرار بيد الله منطقة اتخاذ القرار هنا أيها الأحبة في الناصية هنا مقدمة الدماغ هذه الكتلة الكبيرة من الخلايا التي خلف الجبهة مباشرة فيها يتم اتخاذ القرار وتسمى الناصية ناصية الشيء هي أعلى ومقدم الشيء يعني أعلى ومقدم الرئيس هي الناصية هذه الناصية فيها يحدث اتخاذ القرار لذلك حبيبكم عليه الصلاة والسلام نتذكر أنه كان له دعاء عظيم يقول فيه صلى الله عليه وسلم ناصيتي بيدك ناصيتي بيدك فكان يسلم ناصيته لله تعالى وكأنه يقول يا رب أنت اتخذ عني القرار الصحيح وهل الله يخطئ حانوة تعالى وهو خالق الكون ومقدر الأسباب كذلك في قصة سيدنا هود عليه السلام عندما خاطب قومه ماذا قال لهم عندما أراد أن يتخذ قرارا لأنهم لم يستجيبوا له ولم يعرف ما هو القرار الذي سيتخذه قال لهم إني توكلت على الله ربي وربكم ما من دابة في الأرض ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم الله لا يخطئ فإذا أسلمت ناصيتك لله فأنت بهذه الطريقة كأنما ضمنت مئة بالمئة أن القرار سيكون صحيحا لأن هذه الناصية قلت يا رب أنا سأسلمك هذه الناصية وأنت تضع فيها القرار المناسب لذلك أيها الأحبة النبي صلى الله عليه وسلم من أسرار الاستخارة أنه أمرنا بصلاة ركعتين بتدبر وخشوع من غير الفرضة الصلاة ثبت علميا هناك باحث أمريكي اسمه نيوبرغ أثبت علميا أن الصلاة من أي نوع مجرد التأمل والخشوع وتلاوة الصلوات حتى على الطريقة البوذية تنشط منطقة الناصية يحدث فيها نشاط فكأن النبي عليه الصلاة والسلام أراد لنا أن ننشط هذه المنطقة قبل أن نستخير الله ننشط منطقة الناصية بركعتين خفيفتين ولكن بخشوع وتأمل وتدبر لأن الله أمرنا بالخشوع قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون فأمرنا بهذا الخشوع لننشط هذه المنطقة منطقة الناصية تنشط أثناء الصلاة فعندما تستخير الله تبارك وتعالى تجد نفسك أكثر قدر على اتخاذ القرار السليم والصائب والذي يجنبك الكثير من الخسارات أو الخسائر سواء كان قرارا بالزواج أو بالعمل أو بشراء مسكن أو حتى الأمور البسيطة جدا شراء موبايل أو شراء كمبيوتر حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم لأصحابه رضوان الله عليهم الاستخارة في كل شؤونهم يعني حتى الشؤون الصغيرة استخر الله ستجد أن حياتك كلها أصبحت منضبطة وفق مرضات الله عز وجل وفق ما يريده الله سبحانه وتعالى وهل هناك أجمل من إنسان الله هو الذي يقوده يعني نحن اليوم نلجأ لطرق وأساليب لنهتدي بها في ظلمات هذا العصر هل هناك أجمل من أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يعينك على اتخاذ القرار هذا الأمر أيها الأحبة سيوفر الكثير والكثير من الوقت لماذا؟ لأنك بدلا من أن تنهك نفسك بالتفكير تدرس الموضوع جيدا ثم تستخير الله عز وجل وتتخذ القرار والله تعالى يقول فإذا عزمت فتوكل على الله خذ قرار قوي رجال الأعمال الذين حققوا الثروات هائلة بالمليارات معظمهم يقولون نحن كان لدينا اتخاذ قرارات سريعة أحد أسرار النجاح كما يقول علماء النفس اتخاذ القرار السريع وعدم تضيع وقت كبير في اتخاذ القرارات ولكن القرار السريع هذا نسبة التعرض للخطأ تكون كبيرة جدا نحن في الإسلام ليس لدينا شيء اسمه قرار سريع لدينا أنك تقوم بتأخذ بكل الأسباب وكل الاحتياطات وكل الدراسات وتفكر بشكل كامل ولكن أنت في داخلك أن الله معك الله سيهديك ومن يؤمن بالله يهدي قلبه الهداية هنا أيها الأحبة ليست هداية باتجاه الصلاة أو الصيام أو أعمال البر لا لا الهداية هنا هداية حتى في عملك حتى في مشروعك حتى في دراستك يهديك الله لقراءة الشيء المناسب لكي تنجح في هذا الامتحان مثلا إذا كان لديك امتحان يهديك الله الشريك المناسب إذا كنت ستشارك إنسان في تجارة ما يهديك الله عز وجل إلى المرأة المناسبة إذا كنت مقبل على مشروع زواج ومحتار ماذا تعمل فالهداية هنا ومن يؤمن بالله يهدي قلبه لا تقتصر على الإيمان والكفر أن يهديك إلى الإيمان بل يهديك في شؤون حياتك الله سبحانه وتعالى يقول وعلامات وبالنجم هم يهتدون فالإنسان قد سخر الله له النجوم ليهتدي بها في التوجه سخر لنا وسائل كثيرة للهداية سخر لنا الشمس في النهار لنهتدي بها ضوء القمر في الليل لنرى في الصحراء ونهتدي به وسائل الهداية كثيرة وكلها بيد الله إذن شرط الهداية الإيمان بالله كلما آمنت بالله أكثر وجدت إيمانك تجد أن الله يهديك هذه الهداية لها ثمن أيها الأحبة لها ثمن في الوقت يعني أنا لدي 24 ساعة في اليوم إذا كنت سأضيع هذه الساعات هنا وهنا وفي التفكير وكذا سأتلف الكثير من الوقت ولكن عندما استخير الله عز وجل وأخذ قرار مباشر وأتوكل على الله وفرت 90% من الوقت والجهد لأعمال أخرى أو لأشياء أخرى لذلك أنا شخصيا عندما أحتار في أي عمل هل أقدم عليه أم لا أقدم ماذا أفعل ألجأ إلى الميزان القرآني قوانين القرآن يعني مثلا هناك عمل أحب أن أقوم به ألجأ إلى القرآن وأنا متردد هل يتفق مع منهج القرآن؟ هل هذا العمل يرضي الله سبحانه وتعالى؟ هل يتفق مع منهج النبي عليه الصلاة والسلام؟ فأضع هذه الأشياء أمامي ثم أخذ القرار بناء عليها إذا كان فيه مخالفة فيه معصية لله عز وجل يعني مثلا إنسان قد يفكر أن يأخذ قرضا من البنك بنك ربوي وأنت مضطر لمبلغ معين والبنك قدم لك تسهيلات ولكن أنت محتار هل تأخذ أم تؤجل شراء هذا المسكن إلى سنة قادمة أو سنة ثالثة أو رابعة وتبقى في حالة تدفع أجرة المنزل فأنت محتار تعتبر أن هذا المبلغ هو خسارة بالنسبة لك التي تدفعه فتريد أن تتخلص من هذا الواقع وتأخذ قرضا وتشتري هذا المسكن ارجع إلى القرآن عندما نرجع إلى القرآن أجد أن الله سبحانه وتعالى يقول لي يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعفا مضعفا وأجد آية أخرى تقول لي فإن لم تنتهوا يعني عن الربا فأذنوا بحرب من الله ورسوله تجدني أرجع إلى الوراء وأفكر وأجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن آكل الربا إذن هذه قواعد تجعلني أتخذ القرار الصحيح بسرعة وأبقى على الوضع الراهن لا أخذ قرض لماذا؟ لأنني أعلم أن الله الذي رزق هذا مسكن ورزق هذا أراضي ورزق هذا ملايين ومليارات قادر أن يرزقني فلا أي أس من رحمته عز وجل وبالتالي أتخذ قرار سريع ومناسب وأوفر الكثير من الوقت وأقول سأنتظر حتى يغنيني الله من فضله طبعا وهذا الأمر قد كان أيها الأحبة يعني هناك تجارب لو أراد الإنسان أن يقصها لحتاج إلى مجلدات دائما الثقة بالله عز وجل تعطيك نتائج صحيحة نسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ويبصرنا بهذا الدين ويزيدنا وإياكم علما نافعا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته